في معركة الحياة تتعدد أوجوه المعاناة فمن يفلت من الموت لا يفلت من عاهة الجوع المستدامة هنا في هذه القرى من محافظة ريمة يختبئ الفقر والحرمان تحت أسقف بيوت متهالقة لا يجد صغارها ما يسد حاجتهم أو يثيهم عذابات الجوع والمرض تنبئ الملامح عن اغتراب الهوية وفقدان الممكن واليسير من العيش فلا يبقى نصيب الفقير من الحياة سوسمها في يوميات التعب وخذلانة المعيشة بين الفقر والمرض تتوزع أيامهم وفقا لمعطيات الواقع السيئ وعند هذه الحالة الإنسانية المتناسلة من تداعية حرب أهلية تعيشها البلاد وأمام صور الفاقة ومساحات المعيشة الصعبة يلفظ هؤلاء أنفاسهم بحثا عن حياة مستقرة وممكنة ولا سبيل لتحقيق ذلك ما يعني أن منسبته ألفين نسمة من سكان هذه المديرية يصنفون تحت خط الفقر ومآلاته الصعبة في قلب المأساة يختصر البسطاء على رصيف الفقر معاناتهم وعلى هامش دروب الحياة الضائعة تبقى آمل المواطنين في هذه التجمعات السكانية الفقيرة من محافظة ريمة بانتظار الخلاص من واقع يعيشنا تفاصيل يومياته القاسية